اشتركوا في القناة يقول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اعتنى الإسلام بالوقت عناية كبيرة فقد أقسم الله سبحانه وتعالى به في أكثر من موضع في القرآن الكريم مما يدل على أهميته والوقت من الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة والتي جعلها الله من أعظم النعم التي أنعمها الله على عباده أخواتي الكريمات وهو عبارة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أيام أمس واليوم والغد وأنت لا تملكي إلا يومك وحتى يومنا لا نملكه لعلنا في أوله والله سبحانه وتعالى يكون قد كتب بنهاية الأجل في آخره فالوقت ينقضي سريعا قالوا عندما الذين لبثوا كثيرا في الأرض وعندما سؤلوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الوقت أغلى من الذهب وكان يقول الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهمكم إذن لقد فهم الصالحون قيمة الوقت عرفوا قيمة الوقت وكانوا يحاسبوا أنفسهم على ساعات يومهم يقول أحد العلماء من أنضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو حمد حصله أو خيرا أسسه أو علما اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه إذا ضيعت يومك في شيء غير الفرض في غير الحمد في غير العلم فكأن الإنسان ظلم نفسه وعق يومه كانت أوقات الصالحين مليئة بالعبادات التي خلقوا من أجلها فنحن خلقنا للعبادة فمن أجل هذه العبادة كانوا يستغلوا أوقاتهم كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى والعبادة طبعا بالمفهوم الشامل للعبادة العبادة ليس فقط الصلاة والصوم رغم أنه الصلاة والصوم من الأمور المهمة في العبادة لكن العبادة كل شيء نعمل في هذه الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى فهو عبادة لله سؤل نافع له مولى ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يصنع ابن عمر في منزله قال لا تطيقونه شو كان يعمل في البيت قال لا تطيقونه فعلا قال كان يفعل الوضوء لكل صلاة يجدد وضوءه لكل صلاة والمصحف بينهما ويقول ابن الجوزي في وصية لابنه يا بني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فانظر إلى مضيع وقته كم ضيع من النخلات فماذا نعمل مدام الوقت مهم بهذه الأهمية فماذا نعمل علينا أول شيء نعمله مصاحبة المحافظين على أوقاتهم إذا جالست البطالين فالإنسان بطبعه مثل ما يقول المثل الصاحب ساحب فالأخت اللي تكون محافظة على وقتها وتتق الله في وقتها صاحبيها وكوني قريبة منها والتي تضيع الوقت حاولي أن تبتعد عنها لأنها ستسحبك إلى أن تكون من المضيعين لأوقاتهم إذا مصاحبة المحافظين على أوقاتهم محاسبة أنفسنا على صرف أوقاتنا نحاسب أنفسنا على صرف بما صرفنا أوقاتنا فنسأل أنفسنا هذا السؤال دائما ماذا فعلت ولماذا فعلت وكم من الوقت جلست حتى أحاسب نفسي وأصحح المسار إلى الله سبحانه وتعالى علي أيضا أن أن أنوع فيما أشغل به وقتي حتى لا تمل النفس حتى لا تمل أنفسنا فعلينا أن نشغل أنفسنا بأنواع متعددة حتى في العبادات العبادات تنوع حتى لا تمل النفوس علينا أن ننظم أن أوقاتنا فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا لزوجك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقا تذكري أخواتي أن الموت تذكر الموت وساعة الاحتضار فالموت يأتي بغتا أنه استغلي الأوقات لأن الإنسان لا يدري متى سيأتي الموت يقول لمحمد بن ثابت أحد العلماء سمع أن والده في النزاع فقال فذهبت مسرعا عند والدي لأذكر لا إله إلا الله عنده حتى أذكره معنى التلقين في حالة النزاع وقال عندما وصلت إلى والدي وأردت أن أفعل ذلك أشار لي أن أسكت قال يا بني دعني فإني في وردي السادس أو السابع الوالد يعني بيقرأ الورد الورد اللي تحدثنا عنه عدة مرات أنه ترجعي إليه دائما يعني تحددي شيء تعمليه من اليوم في التسبيح وذكر الله وقراءة الكرآن وتعتبره هذا هو الورد فهو في حالة النزاع ولكنه يقرأ ورده السابع حتى يدل على كيف كانوا يستغلوا أوقاتهم إذن الوقت كالسيف إن لم تقطع قطعك والنفس عادة إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل فعلى الإنسان أن يشغل هذه النفس بالحق حتى لا تشغلك بالباطل إياك إياك وإضاعة الوقت إضاعة الوقت أشد من الموت اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم ألهمنا رشدنا واختم بالصالحات أعمالنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا